ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسب ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت الشاهد هنا منفعش حد يضرب مراته على وشه إن الوجه ده هو الذي يسجد لله سبحانه وتعالى وعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان منفعش أبدا إن حد يضرب مراته على وشه ولا يضرب حتى دابة على وجهه لكن ده هو ده اللي بعلمهن يعني لا تقبح يعني لا تقول لزوجتك قبحك الله سبحانه وتعالى وعن جابر رضي الله عنه حديث ثاني قال نهى رسول الله صلى الله وسلم عن الضرب في الوجه والأولى إن الواحد لا يضرب زوجته على الإطلاق يعني في وسائل أخرى كثيرة إنك إنت ممكن لو غلطت الزوجة مرة اثنين ثلاثة حاول إنك إنت يعني تصبر وتتحملها وتعالج أخطائها لأنها برضو هي يعني غسلة ثيابك هي طاهية طعامك هي منظفة أولادك واجبك أن تتحملها في صاعة الغضب وسيدنا عمر بن الخطاب زي ما قلت لكم قبل كده كان ريح واحد ريح له شكله من مراته فلا أمرات سيدنا عمر صوتها عالي أوي في البيت وعمل يقول لها أتراجعيني يا لكعاء أنت بتراجعيني يا لكعاء فقالت له نعم أراجعك إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعناه وهو خير منك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خابت حفصة وخسرت إن راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالراجل قال يعني ده زوجتي أفضل يعني زوجة سيدنا عمر صوتها عالي عليه بهذا الشكل اللي عندي بها أرحم ورجع سيدنا عمر بفتح الباب رضي الله عنه لا هذا الرجل قال له تعالى لماذا جئت؟ قال جئت الأشكو ليك همي فلاقيت يعني همك أكبر من همي بكتير أوي قال له تقصد زوجتي؟ قال نعم قال إنها غسلة الثياب طاهية طعام منظفة أولادي أفلا أتحملها في ساعة الغضب هو ده الإسلام بتاعنا الجميل دن الذي يرضي الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وهو قدر فهدى وسبحانه وتعالى على كل شيء قدير